موسيقى تعودنا في النادي الأهلي رقم واحد ما بيجينا فرصة طبعا نشتغل بره النادي الأهلي ما بيتأخرش عنه وبيساهم وبيساعد اللي إحنا نخرج وناخد برضه كل ما أنت بتطلع بره وبتشوف مدارس أخرى من خلال جمهورة مصر العربية أو من خلال مصر بتشوف ممتاز بيه بتشوف قطعات تانية عدت فترة مش متوجب بداخل النادي الأهلي مسكت مدار قطع النشيين للنادي نجوم المستبر برضه استفدت إداريا وفنيا من النادي لما اشتغلت في الدرجة الممتاز بيه برضه استفدت من الدرجة الكبيرة الملحلة الأكبر فكل استفادات ما بترجع تاني قطع النشيين برضه بتبقى مرحلة بتبقى مهمة جدا وخاصة احنا متعودين في النادي الأهلي يعني بتبقى صعب الخروج منه عشان أخرج مكان أطلع بره النادي الأهلي بيبقى لازم المفروض نبقى احنا درسين المكان اللي احنا رحينه كويس قوي وعارفين المكان ده هنقدر نستفاد منه وانفيد المكان نفسه استفادة مشتركة يعني لكن الواحد برتاح عموما برتاح في الشغل في النادي الأهلي بيبقى عارف اللي ليليا ولا علي فدي بقى مهمة جدا طالما انت دخلت جوا منظومة النادي الأهلي هتبقى لاعب مطلوب منك تجيب بطولة عشان كده انا كنت بقول اي لاعي بيدخل النادي الأهلي صعب يتأقلم بسرعة اللي هو متعود في ناديه اللي هو ممكن ياخد مركز معين في الدوري متعود يبقى بيسترعى الهبوط متعود اللي هو يبقى في المنافسة لكن مش متعود اللي هو ياخد بطولة فمع النادي الأهلي انت وانت لاعب ما يحتاج من تاخد بطولة دي بالنسبة لله وانت مدرب عندك انت فيه نقطتين بيقبلوك نقطت اللي انت رقم واحد انا بالنسبة لك انا كأسرانو بقولك رقم واحد والحمد لله الرقم واحد اللي بالنسبة لك يطلع لعيب درجة أولى يلعب للنادي الأهلي الموضوع بقى ملوس في الناشئين ملوس هتلاقي بتقابل فرق بتقابل تزوير وتسنين وبتقابل لعب يلعب باسم أخوه لاعب بيلعب باسم واحد توق القصة مش كده لكن انا في الحمد لله انا كان ليه الحمد لله الكبير اللي انا عمل فرق 2004 بعد كابتن حسام كان موجود في قطاع الناشئين خدت منه الفرق بعدها فامأسس 2004 فانا كان كل هدف اعطت موسمين كاملين ما باخدش بطولة مع النادي لا بس كان هدف اللي انا طلع لعيبة انا مش بحتاج ممكن تكون البطولة يقول لك السران ما خدش بطولة لكن في الاول في الاخر ان انا بقى عمل جيل محترم الحمد لله وفضل الله فرقة 2004 اعتقد اللي امسأ معها بشكل كويس وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان نكمل مسارة كابتن محمد سعد فيها اللي هو كان عمل معهم برضو نتاج كويسة جدا فان شاء الله بإذن الله ان نكمل لهذا المسارة فانا ده أساس فانت مع النادي الأهلي وانت لاعب متعاود على البطولة وانت مدرب متعاود انت تطلع على عيب مش متعاود تاخد بطولة مصطفى شوبير انا بقول لك مش عشان والده راجل صاحبنا أو كابتنا من الحراس المرمى الموابين عندك احمد طار السلام من الحراس المرمى الموابين شريف الكرامة طبعا عدى بفضل الله وكان من الرموز وبرضو خد نفس الضغوط اللي هو اللي كان بيقابلها بس اللي انا عايز اقوله الحمد لله يمكن فرصة تاح انا بكلم على احمد ياسر لو ما كانش خد فرصة زي اللي هو خدا في النادي الجونة كانت الأمور صعبة عليه لكن هو بياخد وقت قصار جدا في النادي الآلي والناس بتحكم عليه لما راح الجونة اعتقد الأمور تغيرت والشكل تغير والناس شافت فيروك كويس خلاص طبعا ما فيش شك انت عارف انا مع ولادي اهاب واحمد وانا موجود في القطاع كمدرب وانا موجود في النادي كلاعيب فعشان كده انا في الاول وفي الاخر انا اقول لك اي حد يدخل جوه منظومة النادي الآلي لازم يعيش في نفس منظومة النادي الآلي اللي هو انا وانا لعيب بما امون تفسد شانا اعمل نفسي اسم اهو طالة امرأ الله رحمك بصلاة السليم اقول لك النادي الآلي مش محتاج بطولات انت اللي محتاج بطولات وده حقيقة اما بك اتكلم معك بك اقول لك انا يا سريان لعب النادي الآلي ومعا من رصيد من البطولات ادي كده ومعا من المشاط ادي كده سوما عن البطولات افريقية ولا عربية ولا محل ده انتاجي النادي الآلي ده رأى حاجة كبيرة جدا رمز كبير احنا بنفتخر به اللي احنا موجودين فيه